أستاذة مروة أمير الرفاعي مرشحة فوق السن مستقلة أهلا بك على يلا كورا أهلا ينزيك طبعا يعني أكيد حضريك غني عن التعريف ودكتور أمير الرفاعي يعني غني عن التعريف بس حضريك قول لنا كده نبذى عنك أنا مروة أمير الرفاعي مرشحة نفسي في انتخابات نادي الزمالك فوق السن ورقمي 31 أنا ابنة أمير الرفاعي أبرز قامات نادي الزمالك الله يرحمه أما عني أنا شخصيا يعني فأنا بشتغل في الحضانات وعندي مدارس وحضانات بقالي حوالي 16 سنة وعندي كمان مجموعة أنشطة اجتماعية في عدة أماكن أنا بنتمي إليها وحاجات تطوعية زي مثلا نقدر نقول بنك ناصر الاجتماعي أنا بعمل لهم نوع من أنواع الدعم البرنامج هما بيتولوا اسمه حضانتي وأنا بعمل ده تطوعي بدون أن أعتقد عنه يعني راتب أو أجر دي مبادرة يعملها البنك عشان يدعم الحضانات اللي لسه بتتأسس جديدة ومحتاجها تمويل من البنوك طبعا هما ما عندهمش الدراية فنيين قوي يعني زي يدرسوا إذا كان ده كيان يستحقوا ولا لا فأنا بعمل ده بتتعديهم بقى تقول بالضبط لي شوية أنشطة اجتماعية كده في نادي الصيد المصري عملت بقى لكده مرة حاملة أسمعها يعني حقنا نعيش في نظافة أيام الفلوانزة الخنزير وكده وكان معايا فيها إعلامين ورياضيين كتير يعني هوا ده الثاني السريع طبعا خريجة كلية ساحة وفنادق وبعمل ماجستير في إدارة الفنادق دفعة 97 وكنت الأولى على دفعتي وتعينت معيدة سنة ونص أو سنتين كده قبل ما أعمل برايفيت بيزنس بتاعي يعني أولا أنا فرحانة جدا باهتمام حضرتك بالمرأة والطفل يعني واضح جدا في كل الحوارات وفي الحاملة الانتخابية يعني بحيي حضرتك جدا على اهتمامك بالأم وبالطفل لأنه دايما الأم منسية شوية فحضرتك بقى يعني نصرتينها لا ما هي الأم هي الأسرة صحيح وهو النادي عبارة عن أسر اللي عيبة جم منين وانا وانتي مين هم أمهاتنا هم اللي هم فضل علينا هي الأساس طبعا وهي الأساس وهي لو هي مرتاحة وهي يعني متقدم لها الخدمة الكويسة وحلن لها مشكلها هي بتنعكس دا كله على الأسرة كلها على بعضها صحيح يعني على الزوج وبالتالي على الأولاد اللي هم هيطلع منهم كبادة رياضية أو يعني نحقق الاستقرار بهم صح هم اللي عندهم المشاكل اللي هم اللي موجودين على الأرض المادية صحيح دايما اللي بتبقى موجودة يعني أبرز الملفات هتبقى الأم والطفل لا هو الملف الاجتماعي في العمو كله لو خدت بالك من السيفي بتاعتي هي شرحة نفسها آه يعني إدارة فنادق ومشيستر في إدارة الفنادق أو يعني فأيما فأيما بجهزة دلوقتي فأنا كل ما يخص الأغذية والمشروبات والمطاعم والإزاي تحويل الحاجات اللي عندنا اللي نقدر نحن نستفيد منها سياحيا وفندقيا إن إحنا نقدر نعملها دا هيرايح الأم برضو دا هيرايح الأسرة في العمو عندك المصيف بتاعتي مرسة مطروح بمشاكله استحداث مصايف تانية في أماكن تانية وده مطلب جماهيري يعني فضيع خصويا في أندية تانية كتير بدأ يبقى عندها بدأ المكان مكانين الحاجة التانية مرسة النادي النهري مرسة كويس جدا كبنية أساسية موقع هيل جدا ما فيش أي خدمة أغذية ومشروبات لو رحت هناك تاخذي إذا السماية بتاعتك مع كيف شغلتك آه ما فيش حاجة خالص أطلا بلس إن إحنا نقدر نعمل مركب تانية ملحقة بيت دخل دخل كبير ممكن تعملي قاعد أفراح ممكن تعملي أماكن قامة عياد الميلاد أغلب الناس بلات يبتأجر أماكن بره بتدفع ألاف الجنيهات دا هيدخل دخل للنادي ده فيما يخص الناحية الفندقية والسياحية والأغذية والمشروبات في النادي ده عند دراسة كمان أهم حاجة نحركها عند دراسة كمان إيه لحد كبير طبعا الحمد لله قد رفيت فيها الحاجة التانية ليه صميم عملية بشكل مباشر الخدمات اللي هي علاقة به الأم والمرأة والسيدة حضرانة النادي خدمات الأم في العموم في القطاعات الرياضية دي مشاكل كتير جدا أنا مش بيعرف يوصلوا صوتهم للمجلس الأمات أغلبهم طولي أروح لمين طب أحكلم مين إحنا عايزين ست زينا تسمعنا نهار ده جاتي مؤثرة جدا كانت فيه أم قابلتها من حوالي 10 سيام في النادي في جولاتي قالتلي بيقولولي إن ما فيش مكان في الحضانة أو إن عندي مشكلة في دخول الحضانة توصلت مع إدارة الحضانة أنا عملت لها زيارة للحضانة وتعرفت على موديلت الحضانة سيدة فاضلة وطلبت منها إنها تعمل لها أولوية لأن هي مضطرة أنت عفل السيدة بتاخد 3 شهور بس بالزبط فدلوقتي هي مضطرة ترجع شغلها يتفقد شغلها وعيزة تدخل ورد الحضانة فأنا عملت اللينك ده وهو ده اللي مطلوب صحيح عضو مجلس إدارة موجود على الأرض بيسمع مشاكل الناس بيوصل بماكن المعنية صحيح سواء للمجلس أو للإدارات المختلفة وتحلي مطلوب إنه تحلي عشان يجو سعداء ما إنتمحنا يعني عاملين ليه مجلس إدارة صحيح لخدمة الأعضاء فأنا حققتلها الهدف ده من يوميها كل يومين تراتها تبعتلي أنا حتى مش حافظة إسمها أشكرك وأنا بدعمك وأنا وراكي أنا مبسوطة لإنك متواضعة وبتنزلي وبتسمعين هو عالفكي هو ده الطبيعي يعني استغربت من فكرة أنت متواضعة وبتنزلي أما أنا موفوضة أعمل إيه من كتر ما هو مش موجود فبالنسبة لهم ده مش فهمة يعني موفوضة أعمل إيه يعني أنا حترش حشان أخد المنصب وقعد على الكورسي أحضر جلسات مجلس إذا روطلع في تلفزيون أكيد لا فدي جزئية الجزئية التانية أن الرواد اللي هما كبار السن مش معمول لهم حياتك خالص في النادي ما فيش أي اهتمام بيهم خالص ما فيش لا اهتمام ولا فيه خصومات ولا فيه أي دعم طبي ولا دعم صحي ولا رياضي فيه دعاس كتير جدا عندهم مشاكل في المفاصل للركب في الرجلين في الكذا دول عايزين علاج مائي عايزين رياضات خفيفة عايزين وقت معان في الجيم يبقى اللي مخصص لهم هما مخصوص عايزين جنينة هادية ريئة فيها ميخشهاش ولاد بالباتيناج يعملوا تسلط ودوشة عايزين ندوات تليق بيهم وبسنهم والمرأة في العموم محتاجة طبعا أنشطة ثقافية في النادي هي ولادها والأزواد كمان فيه بعض منهم بيبقى عنده وقت يعني زيادة على شغل طبعا أنا دايما بحط أن المرأة هي اللي عندها شوية تبقى موجودة في النادي مع ولادها أثناء التمارين فتقدر أنها تلتحق بالحاجات دي والرجالة غالبا بيقوا مطحونين حبيبو فيش وقت للكلام دا بالضبط بس ليه لا ليه ما فيش دكتور كبير يجي يعمل ندوة توعية عن حاجة ليه ما فيش مسلسل يكون كسر الدنيا نعمل ندوة ونجيب الفنانين اللي كانوا في المسلسل دا والناقش دا دي حاجات مجانية ما بيش هتكلف النادي حاجة هتملق فراغ كتير جدا عند الأسر وتزود الوعي بأمور كتير هتفتح مجالات كتير للنقاش طبعا لو فيه ورش تمثيل وورش ثقافة ثقافية في النادي دا هيطلع لنا كوادر طبعا كويسة بلس إنه هو هيوجه الولاد دي بدل ما هم ما بيعملوش حاجة أو ما قضي موقتهم في الكافيهات ومتسربين من دخول النادي أو وجود في النادي بسرط لأن مش كل الناس رياضية اه صح يعني أنا مثلا أم عندي ابن كان رياضي جدا وجول كيبر وبيلعب ومهتم بالرياضة وبنت كل ميولها أدب يوفني فكده يبقى لازم بيقال لها مكان في النادي وهو بيت واحد وأم واحدة وأسرة واحدة وثقافة واحدة وتوعية واحدة بس خلاص دي ميول دا صابحة وزي بعضا صح ويبقى لها مكان في النادي يعني تروح النادي تتوجه صح الورش بره غالية جدا وياما ناس تلعب من ورش معمولة في مراكز ثقافية في مركز شباب كذا كل القائمات دي كلها تلعب من كده بس فنديهم فرصهم وبعدين فيها ابناء نادي كتير جدا شخصيات إعلامية كبيرة شخصيات فنية عندهم شركات إنتاج كبيرة كل دول ممكن يتبنوا يعني يتبنوا الكوادر دي أو المواهب دي ويكبروها ويعني يعظموا من دورها فقدت لهم فرصتهم بسهولة شديدة لمجرد نعوده نادي الزمالك فانا قدمت له الخمة دي يعني حدريك بتتكلمي يعني دايما كنت مثلا متوقع هتقولي لي مثلا هعمل الجنينة هعمل كذا لكن حدريك بتقولي لي هزود في الثقافة هنتناقش ثقافيا هنتكلم على مسلسل ممكن نعمل ندوة لكتاب معين يعني الفكر ده مختلف وأعتقد ما كانش موجود لا هو ما كانش موجود واللي بتتكلمي عنه برضو مش موجود يعني برضو الكراسي والترابيزات بس ألاك كراسي والترابيزات دي أي حد زمالكاوي متحمس سواء قدر مجلس إدارة أو رجل أعمال بره مجلس الإدارة أو رجل أعمال بره جوه مجلس الإدارة هيقدر يعملها دي مش محتاجة فن أوي أو مش محتاجة ابتكار أوي دي خدمات وبنية تحتية متدهورة لسبب أو لآخر نتيجة وضع الاقتصادي بتاع النادي فدي أي حد حيبقى عنده أو أي نشاط أو أي حاجة حتجيب فلوس هتعمليها فدي مش محتاجة ابتكار أوي لكن هتحصل ولازم تحصل لكن الناحية الثقافية دي يعني وحركة الكلمة أنا بارسم الصورة كده حس الأمور هتبقى مختلفة والأعضاء نفسهم بدل مثلا يبقى ممكن فيه شد وجذب مع بعض عشان الكراسي مكسرة علشان الأرض فيها مثلا مش مستوية أو كده لا إحنا بنتكلم بقى في لفل تاني خالص لا تتعملي رسالة ثقافية بتعملي جيل عنده وعي وجيل يطلع لك يعني مواهب وكوادر ثقي إن أكيد لو ده تعمل وتفعل صح عندنا مصرح حلوة قوي في وزارة الشباب والرياضة قدام النادي أنا بنفسي شفته كنت هعمل عليه حفلات لحضاناتي ومدارسي قبل كده حلو ما إحنا ممكن نعمل طبعا اتفاقية مع مجلس أعلى الشباب والرياضة ونعمل فرقة مصرح جواه النادي وتكسر الدن وتعملي عروضك هناك وتاخدي خصومات لإن أنت طبعا مؤسسة رياضية بالضبط تطلعي فريق أنت بتعملي رسالة على فكرة بدار رياضة يبقى بالتوازي الأمور الاجتماعية والفنية والثقافية مع الرياضة وبعدين بقولك أهو أنا حبقى حلقة الواصلة بين الأم اللي عندها مشكلة جوه أي قطاع رياضي وبين مجلس الإدارة